بذكر الأزمة الاقتصادية العالمية كل القطاعات هتلاقينا دايما بنتكلم أنها بتتأثر إنما في قطاع واحد كده ودي من نعم ربنا علينا وعلى مصر يعني أنه في قطاع واحد برغم الأزمة العالمية طبعا نقدر نقول أنه تأثر بس تتأثر إيجابا وده حاجة غريبة النهاردة نشرها المركز الإعلامي لمجلس الغزرة الأداء الاقتصادي لقناة السويس يعتبر إنجاز حقيقي النهاردة مجلس الغزرة كالعادة نشر التقرير الإسبوعي لكن كان حول قناة السويس قناة السويس مش محتاجين نفكر نفصلة ولا نفكر بعض لأنه هي أهم شريان ملاحي اللي بتربط حركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب قناة السويس المجرى المائي الأطول والأهم اللي يمكن نقول لما بترتفع تكلفة الوقود بقناة السويس يزيد عليها التكلفة والطلب حصيلة الإيرادات بحسب تقرير مجلس الوزراء 3.6 مليار دولار خلال النصف الأول من 2022 يعني بزيادة 20% عن نفس الفترة من العام الماضي 20% في أزمة اقتصادية العالم كله بيسجل فيها أرقام أقل وفي 20% في أزمة اقتصادية بتكلمك أنه حركة التجارة العالمية أصلا متأثرة وفي أزمة عالمية في سلاسل الإمداد أنه تبقى قناة السويس هي الخيار الأول للنقل ولمرور السفن وعبور الملاحي الدولي دي معلومة وخبر مهم جدا أعداد السفن اللي عبرت قناة السويس زادت بنسبة 13.7 من 10 في النصف الأول من 2022 برضو مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التقرير كمان نتكلم عن أرقام قياسية كتير حققتها القناة خلال الشهر الماضي يوليو 2022 القناة عبرت فيها 2103 سفينة يعتبر ده من أعلى أو هو أعلى معدل عبور شهري تم تسجيله في تاريخ القناة حجم الحمولة 125 مليون طن برضو هو الأعلى شهريا في تاريخ القناة الحقيقة الكلام عن الإرادة الشهري لقناة السويس 740 مليون دولار أيضا هو الأعلى في تاريخ مهم جدا أننا نتشارك بالأرقام دي مهم جدا أننا نعرف الأرقام دي الدولة بتشاركنا بالإيجابيات وكمان تحط قدامنا مسؤولية إذا حصل أي تأثر في أي قطاع من القطاعات قناة السويس كانت وما زالت الحلم المصري اللي ينفع تعظم الأثر منه كمان وكمان يعني الأرقام العظيمة اللي احنا بنقولها دي ممكن تكون مرتبطة بحركة التجارة العالمية بخدمات أفضل بتسهيلات أفضل تقدمها قناة السويس إنما كمان تقدر تقول أننا نتوقع أنه الخدمات اللوجستية المزمع إنشأها واللي بدأت بالفعل ممكن تكون عائد أعظم لقناة السويس كل ما يقدم من ما حول قناة السويس من الخدمات الكثيرة المصانع الخطوط النقل المباشرة من وإلى قناة السويس هي كلها الخطط الطويلة المدى اللي احنا ما زلنا في مصر عارفين ومدركين إنها جزء من تعظيم الأثر وتعظيم العائد من مجرى ملاحي مهم زي قناة السويس مهم زي.